بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين إجابة على كل الأسئلة اللي انت عايز تسألها من أول كي جي وان لحد تلت سنوي خمس دقائق أعرف فيهم كل اللي انت عايزه عن صفك أو عن أي صف تاني أنا لقيت التعليقات مبارح كتير جدا ما كنتش هقدر أرد على الكم الكبير ده وخصوصا الناس اللي بتبعت على المسينجر والناس اللي بتبعت على الواتس وتعليقات الفيديوهات فاحنا لمينا الموضوع كله في كلمتين دول دقتين بالزبط هيزبطولك كل حاجة تمام أول حاجة لازم تتأكد من حاجة علشان بس ترضى ومتزعلش آآ ان ارضاء الناس جميعا احنا في ظروف استثنائية أصلا تمام فانت عشان ترضى كل الناس غاية لتدرك مستحيل ان كل الناس ترضى عندك حتى لو انت مرضوش عن النبي صلى الله عليه وسلم فمش يرضو فانت مستحيل اي حاجة تعجبك يعني مستحيل كل حاجة تعجبك دي حلوة ودي مش حلوة كده يعني طيب اولا آآ رياض الاطفال آآ كيجي وان وكيجي تو واولى وتانية ابتدائي دلوا موضوعهم خلصان المعلم هيعمل لهم تقرير تقييم باسماء الطلبة اللي عنده ومش حالك حالك يمشوا والموضوع خلص انت بقى كولية امر في البيت المفروض دول تذكر لهم منهجهم لان سنة تلتة هيبقى عليهم المنهج مبني على ده فانت لازم ترجع لهم منهجهم في كل المواد وخصوصا عرب وانجليز وحساب تمام طيب ثانيا بقى بالنسبة للصفوف من تلتة ابتدائي لتلتة عدادي ما احنا كده ضمينا تلتة عدادي طبعهم تمام من تلتة ابتدائي لتلتة عدادي ايه اللي هيحصل من تلتة ابتدائي لتلتة عدادي هتقدم مشروع بحث في كل مادة عليهم خمس موادي وعايزين مننا خمس بحوث تمام البحث ده في الموضوعات اللي انت درستها مش حاجة غريبة تمام عبارة عن شوية اسئلة هينزلوا على المنصة تاخدهم تجاوبهم في كل مادة تمام الدروس اللي معانا والدروس اللي علينا والدروس اللي مش علينا واحنا مش عارفين ايه المقرر وايه المحزوف مستشار كل مادة هينزل العربي بتاع سنة تلتة ابتدائي من كزا لكزا العربي بتاع تلتة سنوي من كزا لكزا هينزل كل حاجة في وقتها ما تقلقوش تمام طيب احنا بقى لو ما خلصنا المنها كان الموضوع ده بس خلص تمام كده طيب نرجع بقى نشوف موضوع البحث بقى موضوع البحث تفاصيله ايه وهنعمله ازاي والوزارة هتعمله ايه الوزارة هتعلم في اتنين ابريل يوم الحد اللي جاي اتنين ابريل تمام اي كلام قبل اتنين ابريل سيبك منه هيشتتك بس عشان تبقى عارف هو الوزير مش هيغير كلامه مجموعة اسئلة هينزله وانت هتجوابهم تمام طيب مش هتفرق نصبر لحد يوم الحد بعد كده ثالثا بالنسبة لثالثة عدادة النتيجة بتاعتها هيبقى وضعها ازاي يعني احنا كده خلصنا من موضوع ايه من موضوع اه عرفنا هي هتمتحن ازاي هتمتحن من خلال البحث تمام النتيجة بقى هيبقى شكلها ايه والله النتيجة انت كده الترم الاول خلصنا منه هتقدم بحث الترم التاني كامل تمام مية المية هتاخد مية واربعين درجة هنضفها لك على درجة الترم الاول تمام فلو طالب كان جايب في الترم الاول مية من مية واربعين سيضافه 140 كمان يبقى جايب كم جايب 240 من 280 خلاص كده والتنسيق طبعا التنسيق ده على حسب كل محافظة في مسلا سنة وياخد من 200 سنة وياخد من 210 على حسب بقى ايه الاماكن الموجودة عنده في المحافظة بتاعته تمام طيب طب واحد اول ابني كان شايل مادة الترمي الاول هقولك ابنك كان شايل مادة في الترمي الاول مبروك نجح في الترمي التاني طيب يعني خلاص راحت طب ابني كان جايب درجات وحشة في الترمي الاول اول انا كنت عايزه يحسن في الترمي التاني ما هو كده كده خد الترمي التاني كامل ما هو خد المية واربعين كاملة فانت مش محتاجه يحسن بقى جاب الترمي التاني وانت ممكن تقول لصلي كان ناوي يشد حلو مش يشد حلو احنا كده كده خد المية واربعين درجة كاملة يعني فمش محتاج بقى ان هو يشد حلو او ما يشدش تمام وبعدين اه ان احنا عندنا مليون طالب في تالت عدالة ينزلوا وتعرضوا الخطر في الامتحانات عشان كده لغينا الامتحانات وايه وال الموضوع خلص. ماشي? طيب. اولا سنة وعام. اولا سنة وعام. تعندك امتحان تجريبي في خمسة ابريل على التاب. من البيت. تحم في البيت بتاعك. في عوقات متفاوتة. يعني مسلا نقدر نقول ان مدرسة كزا هتبقى من الساعة كزا للساعة كزا. وايه محافظة كزا من الساعة هيدونا جدول وهيدونا كل حاجة ما تستعجلش. انت ذاكر بس. تمام? على مدار اليوم لحد خمسة عشر مارس. تمام? طيب. اه اللي هيتم الاعلام بقى عن ايه? عن دروسه لسه هيقول لك برضو ايه زي ما اتفعل مستشار كل مادة هينزل الحاجة اللي موجودة. طيب. الامتحان بتاع خمسة ابريل ده مش عالي درجات. مش عالي درجات. امتحان الفعلي اللي هيينجحك وسقطك هيبقى في اتنين مايو. اه اللي هو في بداية شهر خمسة يعني. تمام? هتدخل على الامتحان ازاي? وهتزبط التابلت ازاي? كل حاجة هتيجي في وقتها. مش عايزين قلق. تمام? تانية سنوي. تانية سنوي. امتحان على التاب من البيت. على منهج التيرمي التاني. لغاية خمستاشر مارس بس. واللي هيتم الاعلان عن دروسه برضو. وده هيكون في شهر مايو. في اتنين مايو برضو. امتحان نهائي. هيتضاف لدرجات التيرمي الاول. علشان الناس اللي كانت جايبوا درجات وحشة التيرمي الاول في مواد معينة. تشد حيلها علشان تنجح فيها. اخر حاجة تلتة سنوي. تلتة الاعلان بوضوح عن دروسه من قبل الوزارة برضو زي ما اتفقنا. واي سؤال عندك اكتبوه. احنا ان شاء الله نحاول ايه نرد عليك. بالتوفيق للجميع. اشترا الفيديو على الناس كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.